تتذكروا رأسة البنقارا بوكي اللي نزلت عنا على اليوتيوب وكيف تجيبها من اجهزة الوان بلاس وصارت الناس تبيعة باكواد وتقل لك تاشت ريال اللي هي حق اريال بيبيعوك ياها بميت ريال لانه صاروا يقنعوا الناس انه هاي الرأسة نادرة مع الاسف هلا لحيكون في عنا شي جديد او مو مع الاسف خبر حلو هو لحيكون انه لحيكون عنا شي جديد باسم بطولة البنقارا بوكي لح تقدر تحصل منها هاي الرأسة بشكل مجاني وغير هاي الرأسة لح تقد منه سماعات وبخاخ كلها دع تحصلوا بهاي البطولة لو انت شفت البطولة بشكل كامل وتابعت الشرح تبعي وعرفت كيف تشارك بهاي البطولة وبدي زيلكم معلومة صغيرة كمان للناس اللي هي اشتريت هاي الرأسة بمصاري كتير هاي الرأسة لح تنزل على اتم شوب بعد فترة واخرة وسقفة لح تكون بتمانمائة فانت تكتب لي بالتعليقات لو انت شاريك كم ريال او كم دولار بايعينك ياها التجار الالكترونيين وتعال اللي بالتعليقات فكون دعم بالاتم شوب ليمو ت ساعة لزار امامكم متشكركم جدا على الدعم ولا تنسى تشارك بالقناة فعي زر الجرس عيوصلك كل جديد ويلا مع بعض فعلا والله بسكارنا الطابع الارضية وفيديو جديد طبعا سمعتوا انتو مقدم يا شباب وانا حبيت احكي عن موضوع الشرب من المتاجر الالكترونية بشكل عام او من التجارة الالكترونيين يعني اللي بيبيوه عن طريق المواقع وعهالاصصي أنا حكيت عن هذا الموضوع يا شباب انه لاحدة يشتري من المتاجر وهذا الموضوع وكل الناس عم تشتري مع الاسف وعم تشجع هذا الموضوع اكتر اكتر عم ينتشر فانا حكيت عن هذا الموضوع انه ع رأسة بنجاربوغ اللي حتكون بشكل كامل لحتنزل للعبة وما حتكون نادرة تكون اخرة 800 فما بعرف يعني ليش الناس عم تشتريه ببالغ هائلة يعني متل 2000 او 3000 بما معناه ما بعرف ليش يعني. خلينا اللي هنفوت على الموضوع الكأس البنجارا بوكي وشو صار مع هادا الموضوع وشو الكأس الجديد اللي معناه. بالنسبة ليوم ستة ديسمبر ان شاء الله لح يتم اطلاق بطولة جديدة باسم البنجارا بوكي. لح تكون على الاتي. لح تكون عن جهاز وان بلاس ايتي. ولح تكون على رأسة البنجارا بوكي. ولح تكون على سبري او بخاخ يعني. ولح تكون على سماعات الخاصة بشركة وان بلاس. هدول الاشياء كلها تكون متاحة لانك انت تقدر تربحها من شركة لما انت تشارك بهاي الرأسة. هاي الاشياء كلها تكون متاحة لما انت تشارك بهاي البطولة وتكسب فيها البوينتات. طبعا انا لح ورجيكم هلا موقع وشو لح يصير بالنسبة لموقع وحاول اشرح لكم انا اكتر واكتر. بالنسبة للبطولة يا شباب متل ما قدت لكم لح تكون ان شاء الله يوم ستة ديسمبر يعني بعد يومين من تسجيل هذا المقطع. لح تفوت على اللعبة وتشارك بهاي البطولة. اول شغلة لازم تكون عامل وتاني شغلة لازم تكون عن تلعب من جهاز اندرويد. اي جهاز اندرويد بالعالم بتقدر تشارك فيه. يا شباب ما بتقدر تشارك لا من البي سي ولا بلاي سيشن فور وفايف ولا اكس بوكس ولا النينتندو حتى. فقط اجهزة الاندرويد. بمنا تكون واضحة هي الفكرة مشان الناس ما اني بالتعليقات بقدر العبها على البلاي سيشن او على البي سي. خليني احكيكم عن نزام البطولة وكيف تشارك فيها بالنسبة للبوينتات اول شي وبعدا مننا نحكي اني توب لازم تجيب لحتى تربح الاشياء. اول شي لما تجيب انت الانتصار الملكي بتاخد عشر نقاط. وتاني شي لما تجيب من توب 2 لتوب خمسة باخد سبع نقاط. ولما تجيب من التوب السادس للتوب خمسة عشر لح تاخد خمس نقاط. ولما تاخد من توب ستة لتوب خمسة وعشرين لح تاخد ثلاث نقاط. ومن توب ستة وعشرين لتوب مية لح تاخد نقطة. وعلى كل قتلة لح تاخد نقطة واحدة. هاي بالنسبة لتجميع النقاط لشركة ايبك جيمز متل مذاكرة عموقاع رسمي. وتاني شي خلينا نحكي بالنسبة للجوائز كيف لح تاخدها. وكم مقطة لازم تجيب او كم بوينت لازم تجيب لحتى انت تقدر تاخد هدول الاشياء. اول شي لازم انك انت تجيب خمس تقاط فقط مجرد ما انك انت تشارك فيها يعني وتاخد خمس نقاط فقط لح تاخد بخاخ النانا اللي ظاهر امامكم. هادا البخاخ لح تاخده مجرد ما انك انت تجيب خمس نقاط على اي سيرفر كون. وتاني شي لحتى تدر تحصر رأسة البنقارا بوقي واغنية اللوبي اللي انت واقف باللوبي بتكون عم تسمع غنية لازم تجيب افضل خمسة وعشرين لاعب حسب السيرفر طبعا. وثالت شي لحتى تقدر تاخد جهاز الوان بلاس ايتي لازم تجيب ثلاث طبات الاوائل باي خادم كان. يعني انك انت بالسيرفر لازم تجيب اول تلاتة. سيرفر اوروبا لازم تجيب اول تلاتة. يعني لازم تكون معرق الف لحتى تقدر تاخد جهاز الوان بلاس ايتي. واخر شي معنى اللي هي سماعات مجرد ما انك انت تجيب الطب الاول على السيرفر كلها ياتو لح تاخد هدول السماعات. بالنسبة للخادم تبعك شركة فورتنايت قالت بالنسبة لمنطقة الخادم تبعك. يعني لازم تكون انت جايب التوبات الموزعة على سيرفر تبعك لحتى انت تقدر تحصل هدول اشياء. هيك لحنا عرفنا كيف نجمع وطاني شي عرفنا الجواز اللي حتكون معنا من اني بوينت او اني توب لحتى تقدر تاخذها. هلأ بقى خلينا انتقل للشي التاني اللي هو اني توب لازم انت تجيب او من توب قديش لحتى انت تقدر تحصل هدول اشياء. بالنسبة لسيرفر اوروبا يا شباب لازم تكون من افضل عشرة الاف لاعب لحتى تحصل هدول اشياء. يعني هلأ مثلا عشرة الاف لاعب لازم انت تطلع الاول منهم لحتى تاخد جهاز الوان بلاس او تاخد عفوا سماعات الوان بلاس. مجرد ما انك انت تجيب التوب الاول والتاني والتالت على سيرفر اوروبا يعني افضل اول لاعب وثاني لاعب وتالت لاعب على عشرة الاف لاعب لحتى تقدر تحصل الموبايل تبع وان بلاس اي دي. بالنسبة لأوروبا حكينا توب عشر تالاف. وبالنسبة للمدل اس لازم تجيب الف وبالنسبة طبعا للاشياء التانية مثل اسيا الف وقينو اسيا الف ظاهرين امامكم هدا اكتر شي بهنا طبعا الشق الاوسط وبيهمنا اوروبا. هيك بالنسبة للمشاركة بالبطولة. الموضوع كتير بسيط بتفوت على اللعبة يوم ستة ديسمبر بتفوت على القائمة بتلاقي ايه موجودة وبتختار المودو عادي بشكل طبيعي كأنها فايت سولو او دو او سكواد وبتشارك بالبطولة. البطولة لح تكون بالوقت العادي يلي هي الساعة خمسة تقريبا او الساعة ثمانية حسب منطقتك بالميدل اس او الاوروبي. وجاهد التعليق المسبة تحت بالمقطع لحتى انت تعرف الاوقات تمام. هيك لحنا هكينا بالنسبة للاشياء اللي هي موجودة على موقع ابيك جيمز. طبعا انت لكم لازم هاي تلكم عليها اهم شيء. وتاني شيء اللي هو لازم من موبايل اندرويد فقط. اي موبايل يا شباب. مو شرط انه انت مسلا يكون جهاز او مسلا سامسونج او هواوي. اي شيء. اي جهاز اندرويد بالعالم تقدر تلعب عليه فورتنايت وضعك بالسليم وبالتمام. طيب هلا لموضوع كيف تسبت لعبة فورتنايت على الجهاز المحمول. هذا الموضوع انا طبعا لح انسئله بالوقت هلا على التعليقات. انا هلا لح علمها كيف تنزل لعبة فورتنايت على موبايلك لو كانت محزورة بالمتجر. اول شيء تبتجه على فورتنايت دوت كوم متل موضع امانكم من موقع ايبك جيمز هذا الكلام. مو من عندي. بعد ما تفتح متصفح مثلا جوجل كروم بتحط فورتنايت دوت كوم. بعد مننا الخطوة التانية متل موضع امامكم بتلاقي ايبك جيمز اب موجود متل ممعلم كمان عالموقع. بتكمس عليه بتنزله. تاني شيء بيقلك انه هادا الموقع او هادا الشيء ينزل لك برنامج من خارج الاب ستور. يعني ممكن يكون فيه ضرار او يكون فيه فيروسات. اسمح له عادي لانه هادا من شركة ابك جيمز. بعد ما سمحت له عملت له اوكي وبسمحته اختار موافقة عن النافذة المنبسقة متل ممكتوب. بينزل لك اللان شرباء بصيغة الاي بي كي. بعدا مننا بتفتحه وبتحط له وبتحط الابن وبتحط الستنج بيقلك انه هادا الموقع من خارج او البرنامج من الخارج. بتحط الستنج بتفت على الستنج بتحط انه السماح للاشياء الخارجية بتتسبيت متل مظاهر امابكم. حدد موقع اعداد سماح بالعمليات تسبيت التطبيق متل مظاهر امابكم. بعدا مننا بعد ما تسمح وترجع كمان وتحط له انستل او تنزيل بعدا منه بتعمل له اوبن. بعدا منه بيفتح معك كأنك عالبي سيك فاتح معك لانش بشكل طبيعي. بعدا منها بتفوت بتنزل فورتنيت بتعمل له انستال او بتعمل له داونلوود او حسب انت شو الجهازك ونفس الموضوع بيلاك انه هادا الشي ينخارج تطبيقات هل تسمح بتنزيله بتفوت نفس الخطوة بتعمله سماح وبعدا منه بتنزل معك اللعب بشكل طبيعي وبتعمل بتعمل بتعمل وخلاص الموضوع اي بس احش رح تلكم كل شي انا بالنسبة للمشاركة بالبطولة وبالنسبة لتنزيل لعبة وبتحط بعدا منه او بتحط البلاستيشن تبعك او بتحط اي شي معك انت بالنسبة لفورتنايت وبتفوت بتشارك وان شاء الله بتتوفيق بالنسبة لكل الناس يلي لح تشارك بهاي البطولة فادا اوي بالنسبة يانا شباب بهاي المشاركة بهاي البطولة وراجعوا بالتعليق الموتباد لو بتكن اي شي ومحتاجين اي شي وان شاء الله اصير اعمل بس مباشرة انا عيوتيوب ان شاء الله رح انقل عليها ولانه في بعض الاشياء اللي صارت معنا بشركة فورتنايت اللي هي هي مثل التحديات صارت مو موزبطة بنوب ومعن بقدر نزل عليها وباضي الاشياء الغريبة فان شاء الله لح انتقل البس مباشر على اليوتيوب فلو محتاجين اي شيء اكتبوا لي بالتعليقات وبدي حب زكركم انه فيه تعليق مسبت تحت بتمنى انكم تشوفوا كل فترة لو انتم فدتوا على الفيديو سواء هلا او بعدين او وقت البطولة فوتوا شايكوا على التعليق المسبت لو فيه اي شيء جديد انا طبعا لحقلكم عليه لو فيه اي تغييرات شكرا لكم يا شباب قدعم بالقاتل مشوا بديموت ساعة الازعار امامكم وبرعاية الله